سلطت الكولسلو الماسوداني لكن هو أمريكاني على حسب يعني خبرتي أكتب لي في التعليقات هو أمريكاني ولا بريطاني ولا فرنساوي المهم هتعملوا في البيت وأرخص وأطعم حتى من كينتاكي ولا المطاعم اللي بتشتروها جاهزة والكمية كمان كثيرة بتملى العين وهيقعد ليكم في التلاجة لمدة يومين عندي كورومبايا كده صغيرة بغسلها وبشيل الراسل من تحت وبشبقها من النص والربع كمان وأنا بحيب أغسله حتى من جوة من قلبه يعني لو في كده تراب والجزرتين يعني صغار الحجم ببشرهم وبحتاج نص بصلة متوسطة أنا هنا هستعمل الخلاطة دي اليدوية وإنتم ممكن تستعملوا فود بروسيسور إحنا بنحب نبشروا كده شوية على النائم لكن أنتم ممكن تعملوا متوسط وعايزين تقطعوا بالسكينة ممكن تقطعوا الكوروم دي الصوصة والحياق نص كوباية من الميانيز وده الميانيز نجايباه من الليدل بصراحة حلو أنا بحبه خمسة ملاعق كبيرة من خل التفاح بحتاج خل التفاح كده ده عشان يعني هيسوي وحيديني المزازة بتاعة الكورسلو عصير نص ليمونة خدروا ممكن تستعملوا الليمون الأصفر ملعقتين كوبار من السكر ونص ملعقة كبيرة من بجرة البصل نص ملعقة كبيرة من الملح وملعقة صغيرة من فلفل أسود ده هو الصوص حق الكورسلو بمقادير مزبوطة ونفس طعم كنتاكي اللي بتحبوه بقلبهم كده سواني وبخليهم يرتاحوا كده في التلاج يتماسقوا أنا بعد ما بشرت كده الكورومبا بضيفة لها وبعد كده بكمل إن أنا أبشر الجزرتين اللي هم متوسطين أو النقول صغاري يعني ممكن تكتروا شوية الجزر ونص البصلة المتوسطة وممكن كمان مع الكورسلو تضيفوا الكورومبا الحمرة على كيفكم مزاجكم يعني اللي انتو بتحبوه الكورسلو لازم يكون في التلاج المدة 24 ساعة من أول يوم تعمله عشان كده يعني يتشرب كل الصوص ده ويبقى طعمه مزز وفي نفس الوقت حلو كده جميل جدا جدا وإن شاء الله وصفة الكورسلو الماسوداني تعجبكم وتطلع إكسلور وتصل المليون وتعملوا أحلى مقبلات أو سلطات الكورسلو يا جماعة مقبلات ولا سلطات اكتبوا لي كده في التعليقات اشتركوا في التعليقات